بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم البعض مننا وربما الكثير مننا يعاني من قلة الرزق وضيق ذات اليد وربما بعضنا يعاني من الديون يعني شاب يقبل على الزواج وبعليه أقصاط أو إنسان يعاني من الهموم والديون فثلاثة أدعية تكتب بماء الذهب من كنوز السنة يبسط لها بها الرزق وتقضى بها الديون ولو كانت هذه الديون كجبل أحد كما سنبين الآن والحديث كل واحد صحيحة فكل من يعاني من قلة من ديق ذات اليد أو من قلة الرزق أو يعاني من ديون يعاني عليه بقراءة هذه الثلاثة أدعية يقولوها يوميا والله سبحانه وتعالى هو المفرج الدعاء الأول الدعاء الأول أنا مكاتبا عن سيدنا علي بن أبي طالب جاء مكاتبا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني عجزت عن كتابي فأعني مكاتبة يعني عبد يكاتب سيدة على مبلغة من المال يعني يشتري به نفسه أو يعتق بي يعتق بي نفسه من سيده و فقال شوفوا رسول صلى الله عليه لم يعانه بالمال ولكن له قال له أفلا أعلمك أفلا أعلمك كلمات هذا الرجل جاء لسيدنا علي بن أبي طالب فقال الله يعني ربما يكون في زمن سيدنا علي بن أبي طالب فقال الله أعني أنا كاتبت سيدي على عشان حتى أحرر نفسي وأعطق نفسي فأعني فقال أفلا أعلمك كلمات علم نمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عليك مثل لو كان عليك مثل جبل الثبير دينا أده الله عنك قال قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك روح الإمام أحمد والترمزي بسالة صحيح كلمات بسيطة لكن لك الأخرى الصنية واحتسبت الأجر قلت هذا الدعاء كما قال كما علم علي بن أبي طالب هذا المكاتب أفلا أعلمك الكلمات علم نمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أده الله عنك قل اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ده الدعاء الأول أو الزكر الأول الدعاء الثاني معاذ بن جبل رضي الله عنه يعني كان كريما جدا هو يخدق على الناس من ماله فأفلس وتركبته الديون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما جاءت السنة أعطى للناس من ماله حتى فرغ ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا ورحيمها تعطيهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تعينني بها عن رحمة من سواك هذا هو الدول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا ورحمان الدنيا ورحمهم رحمان الدنيا ورحمهم تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تعينني بها عن رحمة من سواك هذا دعاء الثاني فقاله معاز فقال الله عنه دينا الحديث الثالث عن أبي أمامه الباهلي دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في المسجد فقال له ما لي أراك تجلس المسجد كثيرا يا أبا إمامة فقال يا رسول الله هموم وديون لازمتني فقال له أفعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فقلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى ديني انظر سلاسة أدعية تكتب بماء الزهب طبعا كثير من الناس لا يعلم هذه أدعية أو يستخفوا بها ولا يقولوها لو قالها ربما يتغير حاله تماما فأنا أكتب لكم الثلاث أدعية دول في الوصف نسخوه نشروه ونشره هذا العلمي فيه ثواب عظيم ونعلم علما في أنه أجرم عام به من القيامة لا ينقذ ذلك من أجنب شيء ونشره لكم الجديد وتساعدوني عن شرص السنة النبي ما لا تنسى أن الرسول عليه السلام قال في هذه الأدعية لو كان عليك مثل جبل ثبير أو جبل أحد لقضاه الله عنك يعني مهما كان الدين وتنسوه لكم الجديد وتساعدوني عن شرص السنة النبي كل قوليها تستخفر الله لي